الصورة رائعة انا الصورة دي شايفين الكلام ده البريد المصري هيئة البريد ده هي امهاتنا الفضليات وقفين بهذا الشكل المنظم في مسافات وعملين والله حاجة حاجة تفرح انا انا سعيد والله بما اراه ده في مصر يا جماعة الصورة دي في البريد المصري مش صورة الصورة جايلة والله مش شفتها ليس شايفة دي الوقت حالة يعني الصور دي 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 مصر اللي هي تستطيع مصر اللي هي تقدر بلدنا نقدر ونقدر بيها نعدي ونطلع نعمل صور رائعة ونعمل اصول رائعة الصورة اللي قدامنا دي مكاتب البريد يا سلام انا فاكر البريد زمان كلمة بريد يعني حاجة متخلفة جدا دلوقت البريد المصري زيه زي البنوك اهو ادي فرع للبريد المصري حتى اللوجو شكله يفرح الشبابيك الناس اللي قاعدين شايف انا فيه شاشات عرض موجودة فوق اهيه شايف الناس قاعدين ازاي يعني انا ده ده انسانية تليق باتنين تليق بالمواطن بالام بالاب بالناس اللي احنا اللي تعبوا عشان ربونا وقفين بياخدوا معاش لازم نقف معاهم وتليق بالدولة اللي بتحاول ان هي ترفع من العب على الناس وتقدم للناس ما يستحقونه من احترام ومن تقدير صور رائعة ادي شايف انا شايف الناس الراجل تعقيم ولابس لبس محترم ده انا بسأل والنبي الجماعة اللي فندية بتوع السوشال ميديا اللي قارفنا ليله نهار بصور اللي بتصور لبورس من هنا واللي بتصور لصور صار من هنا والله العظيم ما كاتب بريد دي ولا الكلام ده انضف من بيوتكم اللي بيشتم واللي بيهاجم واللي بيعمل واللي عنده مرض نفسي واللي عايز يبعط فيديو للجزيرة اللي عايز يبعط صورة تقارطيه كل ده احنا كشفينه وفطحينه لكن ما عندناش وقت لانه بلدنا شغالة بقول ادي صور محترمة قدامنا صور محترمة قدامنا انقلوها شجعوا الناس خلي عدوى التفاؤل تشتغل ارفعوا معنويات الناس مش بالباطل لا تسوقوا امالا كاذبة للناس فيه امال وفيه واقع قدامي منير فيه بؤر الضوء فيه وسط انفاق كانت مظلمة صدروها للناس صدرو طاقة ايجابية للناس لا تحبطوا الناس من خلال معلومات مغلوطة وشائعات متكاثرة بتتكاثر وسط بيئة في السوشال ميديا غير صحية انا بقول للناس وادعوهم الاول انا شايف كل مفتح الفيسبوك ولا افتح تويتر ولا افتح ايتيوب الاقي كم مصورة انفجرت من الفيديوهات كل واحد عنده مرض نفسي يطلع يقول ايه الحق انا بقى اللي عنده اللي ما اصالش ايه الحق انا اللي عنده المعلومات ايه الحق فيه فساد ايه الحق يا سيدي اللي سألك ابدأ بنفسك انت مين اصلا وكل ما دور على واحد اللي ايه اللي اما كان شغال قبل كده في اخش على الصفحة بتاعته قال ايه اما اخواني سابق اما اخواني متلون اما واحد مرتزق طبع الجزيرة اما واحد رقيعة طبع الجزيرة كل ده بقوله لكن انا الصورة اللي قدامي بتاعت البريد المصري تحية الى البريد المصري تحية الى الاجراءات الحكومية المصرية المواطن المصري والمواطن المصري الست اللي واقفوا قدامي دي والست اللي وراها والست اللي وراها دي امهاتنا دول اللي تعبوا علينا وربونا وعلمونا ووقفين بياخدوا المعاش بتاحهم بيقبضوا من البريد والدولة عاملة آلية اللي ممكن البريد بعد كده يوصل المعاش يوصل لغاة البيت او غيره انا بقول انه هكذا بتتعامل الدولة المصرية مع اصحاب المعاشات